حياة بدائية وظروف مزرية تعيشها عائلة بالقسم معطى بدوار ولاد الطيش ببلدية العش جنوب ولاية برج بوري ريجة فداخل هذا الكوخ وإن صح التعبير مغارة يعيش بالقسم وزوجته وابنه الوحيد ظروفا أقل ما يقال عنها أنها كارثية وستغيى بأبسط ضروريات الحياة أخوة في الهينة لنا نحمو على الحطاب ومعندنا حتي حاجة وهنا في البرد ومعندنا وش كيف نديرو وأخوة وش شوف هاك شوف ويا نجيب نخرج نجيب الحطاب من بر ندير النار نقدم طيب الماكلة المزل راجلي وبني وهاك شوف ويا أنا نطلب يعني ذلال السيد الوالي لعدي حنعلي جاي يجي ديلي دار أنا وابني وراجلي العشاء هذه بارك نولوا فيها نور قدوا فيها كلش فيها قرات القضن جيبوا فيها خالي الديب نحموا على النار وخلاص هذه هي الملم لالديب نبلقها من عند العشرة نهار نبلقها نهار يروقوني شكي لمها ومصح النويل واش راح نديرانا نروح ليبلل البنيان يقولوا لينا خارج 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 ما كانت معيشة قاسية زادتها معاناة برد الشتاء قسوة داخل كوخن يشبه في تفاصيله بيوت العصور الحجرية عنده معزيات سيرح بيهم ساعة يبيع معزة يقضي منها الدار وابنه ومرته ساعة مكانش اخلاص على الجمعيات يقتيت من الجمعيات وكشم مساعدات هكذا نعاونه احنا بالشي اللي يقدرنا عليه اي جزائري راح يشوف الحالة هذه يعني بالله بدون تعليق الحالة هذه في ولاية مثل ولاية برج بعوري ريج يعني والله نتأسف لها نتأسف لها واليوم احنا ان شاء الله ما نستنوش يعني المسؤولين المحليين على مستوى البلدية او الضائرة ما نستنو منهم ولو احنا نستنوه ان شاء الله من الله ثم سيد الولي الدخل في هذا اللي عمي بالقسم وجيرانه اليوم اطلقوا نداءات استغاثة للسلطات المحلية للوقوف على حالة العائلة وتقديم يد المساعدة لها وانتشالها من جحيم العيش في هكذا ظروف قاهرة اشتركوا في القناة